أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنذل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليوزر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبنا ويوذر الذين قالوا تخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرا كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فالعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض ذلة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أهصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك أن نبعهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وذدناهم هدى قربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندو ومن دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا تخذوا من دونه آلهة لولا يعطون عليهم بسلطان بين فمن أذلم ممن افترى أضى الله كذبا وإذ كذلتموهم وما يابدون إلى الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم برفقا وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبوهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط زراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملأت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءل بينهم قال قائل منهم كن لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقيكم هذه إلى المدينة فلينظروا أيها أذكى طعاما فليأتيكم برذك منه وليتلطفوا ولا يشيرن بيكم أحدا إنهم إن يذهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولم تفنه إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتناذعون بينهم أمرهم فقالوا بن عليهم بنيانا ربهم أعلم بيهم قال الذين ظنبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون فلاثة رابيهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون السبعة وفا منهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراعا ظاهرا ولا تستفد فيهم منهم أهدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك قد إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عصا أن يهدي لربي لأقرب من هذا الرشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثة مئة سنين وزدان تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبسر به وعصمه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واطل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل الكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبروا نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يردون وجهه ولا تعدوا عينك عنهم تريد ذينة الحياة الدنيا ولا تتي من أضفلنا قلبه أو ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل لحق من ربكم فمن شاء فليعم ومن شاء فليطفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاطى بهم صرادقها وإن يستغفوه كأفو بماء كالمهل يشعجوه بئس الشراب وساعة مرتفقا إن الذين آمنوا وأمروا الصالحات إنا لا نديع أجر من أهسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تهتيهم الأنهار يهلون فيها من أساور يهلون فيها من أساور من ذحب ويلبصون ثيابا خدر من صندس واستبرق من صندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الفواب وحصنة مرتفقا وابرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأهدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت طلها ولم تذن منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له فمر فقال لصابه وهو يهاوره وكان له فمر فقال لصاهمه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعظوا نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الصاعة قائمة ونودت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم السواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرق بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترنانا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يوتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حصبانا من السماء حصبانا من السماء فتصبه سعيدا زلطا أو يصبه ماءها قورا فلن تستطيع له طلبا وأهيت بثمري فعصبها يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرق بربي أحدا ولم تكن له فئة يوصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير أقبا واذرم لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنذلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فاصب هشيما تضره رياه وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرا عند ربك فوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وطر الأرض باردة وحشعناهم فلم نقادر منهم أحدا وعردوا على ربك صفا لطل جيتمونا كما خلاقناكم أولا مر بل زعنتم أن لن نجعل لكم موعدا وودي الكتاب فتر المجرمين وودي الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا أهصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يذلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففصق عن أمر ربك أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما شهدهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متأخذ مدلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم أوبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا أعمها مصرفا ولقال صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مفل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمن إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تعتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل الهدهد به الحق وتخذوا آياتي وما أنذروا هضوا ومن أزلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض لها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذان وكرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يحتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذ بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد فلن يجدوا من دونه موئلا وتلك القراء هلقناهم لما ظلموا واجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البهرين أو أمديا حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتاهما فتخذ سبيله في البهر سربا فلما جاودا قال لفتاه آتنا ضداءنا لقد لقين من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ عوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسى له إلا الشيطان أن أذكره وتخذ سبيله في البهر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعوا قالا أو تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لو تستطيع مئي صبرا وكيف تصبر على ما لم تهد به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهديث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينتي خرقها قال أخرقتها لتغرقها لها لقد جيت شيئا إمرا قال ألم أكن إنك لو تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسه زكية قال أقتلت نفسه زكية بغير نسي لقد جيت شيئا نقرا قال ألم أكن لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك شيء بعدها فلا تصاحبني قال بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا تيا أهل قرية فاستطعما أهلها فعبوا أن يضيفهما فعبوا أن يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقامه قال لو شيت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبيني سأنبيك بتعوين ما لم تستطيع عليه صبرا أما سفينة فكانت المساكين يعملون في البهر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة قصبا وأما الغلام فكان أبواهم من أير فخشينا أن يرهقهما تجيانا وقفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ذكاة وأقرب روحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كان ذلهم وكان أبوهم صالحا وكان أبوهم صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنذهما رحمة من ربك وما فعلته أن أمر ذلك تعوين ما لم تستع عليه صبرا ويسألون كنذ القرنين قل سأخذ عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع السببا حتى إذا بلغ مقرب الشمس وجدها تغرب في عين حمأة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جذاعا حسنا وسنقول له من أمر لا يسرا ثم تبع السببا حتى إذا بلغ متل شمس وجدها تطلع على قوم إن لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وطرعتنا بما لديه خبرا ثم تبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكيدون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يعجود ومعجود مصدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصرفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يذحره وما استطاعوا له نقبا قال هذا الرحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعده ونفخ في صوري فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت عيرهم في قطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فهسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعطدنا جهنم للكافرين النظلا قل هل ننبيكم بالأخسرين عملا الذين ضل صعيوهم في الحياة الدنيا وهم ياسبون أنهم يوسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربه ولقائه فهبطت عمالهم فلا نقيم لهم يوم الكيامة وذنى ذلك جذاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هضوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نذلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا كلمات ربي لنفد البحر قبلا توفد كلمات ربي قبلا توفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا شكرا